أثارت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة تطوان بالمملكة المغربية حالة من الحياة والخوف بين سكان المدينة حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات تسببت في عدة مشاكل وأضرار في العديد من المناطق لقد شهدت مدينة تطوان ارتفاعا كبيرا في منسوب المياه وتعرضت العديد من الشوارع والمناطق للغرق والتنفي بسبب الفيضانات وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مدينة تطوان تتقدم قناة السطوك تيفي بأحرى التعازي لجميع سكان المدينة راجية من الله أن يحفظهم ويحميهم من كل مكروه كما ندعو الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة العامة في مثل هذه الظروف الجوية السيئة نشعر بالأسف الشديد لما يمر به أهلنا في مدينة تطوان ونؤكد على أهمية التكاتف والتعاون لمواجهة هذه الصعوبات والتعامل بحكمة ووعي مع الوضع الراهن نسأل الله العزيز القدير أن يلطف بسكان تطوان ويمن عليهم بالسلامة والعافية نبقى على تواصل مع أخبار المدينة ونتمنى أن يعود الوضع إلى طبيعته قريبا وندعو الجميع إلى الصبر والتضامن في هذه الظروف الصعبة نحن معكم ونتمنى لكم السلامة والحفاظ على سلامة الجميع